تحركات هنا وهناك لحل هذا الجمود في لبنان في تشكيل الحكومة ربما وإضاح ما هي الأسباب التي توقفت عندها هذه الحكومة زوبعة فرنسية مقرونة بتحركات عربية يؤمل منها تحريك الجمود اللبناني في تشكيل الحكومة والتي لا تزال أسيرة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء بعد فك عقدة العدد تفيد معلومات بأن باريس تعمل على عقد مؤتمر شبيه بمؤتمر سانكلو والذي يعقد عام 2007 لحل الأزمة اللبنانية تعقب هذه الخطوة تهديدات فرنسية للمسؤولين اللبنانيين ببحث الاتحاد الأوروبي سبلا للضغط على من يعرقلون عملية التشكيل أما عربيا فيصل وزير الخارجي المصري سامح شكري إلى لبنان يوم غدا حاملا مبادرة لحل حالة أزمة الحكومة على شكل رسالة من الرئيس المصري لنظيره اللبناني يصلوا أيضا إلى بيروت بعد يومين الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هذه الزيارات ربما ستوضح الكثير هذه الزيارات واحدة لوفد ألماني أيضا سيناقش مع مسؤولين لبنانيين إعادة إعمار مرفأ بيروت ولكن بشروط فيما أكدت أوساط سياسية أن حزب الله غير متحمس لزيارة وفد إلى باريس لمعرفته بعدم قدرة باسيل أو غيره على الاتزام بما سينتج عن هذه اللقاءات كما لم تستبعد هذه الأوساط تعديل موعيد الزيارة الفرنسية في حال تبين لرئيس التيار الوطني الحر عدم قدرته على استثمارها لمصلحته يأتي ذلك وسط محاولات لحزب الله تعويم زيارة وفده لموسكو بزعم أن الزيارة هي من دعم روسي واضح له ما يتناقض مع كافة التقارير الواردة بهذا الشأن حيث يصر على عدم وجود نية لدى الروس أو لدى الروس للتدخل في تأليف الحكومة وإنما الاهتمام محصور فقط بإعادة إعمار المرفأ كاهتمامهم بمشاريع الطاقة على حد تعبيره